ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولماذا يكتمون الشهادة طمعا في سلطان أو طمعا في مال أمرنا الله عز وجل بأداء الشهادة وقال لنا وأقيم الشهادة لله ونهان الرسول صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور ثلاثا كما أن أهل الكتاب كتموا الشهادة المبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور بإسمه وصفته وخاتم النبوة الذي بين كتفيه في التوراة والإنجيل قال عبد الله بن سلام وكان أحد أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة قال لعمر بن الخطاب والله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد ونهان الله عز وجل عن كتم الشهادة وقال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وما الله بغافل عما تعملون بل يخصي لهم أعمالهم ويجازيهم عليها وما الله بغافل عما تعملون بل هو المحيط العليم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون جزاكم الله خيرا